بعد التعرف على كيفية العمل على أداة الماكرو دعونا نأخذ تمرين مهم وعملي جدا بحيث نستخدم الماكرو فيه ونجد أنه حل بعض المشاكل التي تعيق العمل لو لا استخدام الماكرو لدينا هذه البيانات لمشاريع معينة في المدن السورية دعونا نقوم بعمل جدوى المحوري وبعض المخططات التفاعلية نكون بداية بأي خلية من خلايا هذه البيانات ثم من Insert ثم Bivet Table تظهر هذه النافذة نختار من الخيارات السفلية Existing Worksheet ومن رمز تحديد الخلايا نختار الورقة تحليل ثم ننزل بالسحب للأسفل ونحدد على خلايا سفلية هنا ثم نعيد الضغط على الزر مرة أخرى ثم OK من هنا في محاورة جدوى المحوري Bivet Table نضع اسم المشروع في الصفوف والتكلفة في القيم Values وهنا ظهر كل مشروع والتكلفة الخاص به دعونا ندرج مخطط بيانين هذا الجدوى المحوري نحدد على أي خلية ضمن الجدوى المحوري ثم نذهب لقائمة Insert ونحدد نوع الأعمدة من المجموعة Charts ننقل هذا المخطط البياني للأعلى نغير من تصميمه من قائمة Design من هنا ونغير قليلا من القياسات حتى يظهر المخطط بشكل جيد نزيل أيضا المفتاح Legend من الخيارات الجانبية في المخطط البياني ونغير من اسم المخطط للتكلفة لا ننسى أن جميع هذه الخطوات تم شرحها في محاضرات سابقة بإمكانكم إعادة مراجعتها حاليا نضيف Slicer نذهب إلى قائمة Analyze في الأعلى الخاصة بالجدول المحوري ثم Insert Slicer نضع الصح على القسم وكذلك نضع الصح على المناطق المستهدفة ثم OK نحدد على السليسر الخاص بالقسم ثم من قائمة Options الخاصة بالسليسر نغير من عدد الأعمدة Columns ونجعلها 5 لتكون ضمن صفين 2 ثم نغير من قياسات السليسر ونضعه فوق المخطط والآن هنا لدينا المناطق المستهدفة كما نلاحظ فإن المناطق المستهدفة مختلفة لدينا أكثر من مرة محافظة إدلب وأكثر من مرة محافظة حلب وكذلك بقية المناطق ولو أردنا مثلا تصفية البيانات والميزانيات لكل مشروع تم عمله في إدلب نحتاج للضغط على أكثر من زر في السليسر أي اختيار أي خيار يضم إدلب وكذلك حلب نفس الأمر وهو أمر مشتت للعمل وللانتباه لو أردنا الانتقال لها بشكل سريع ولو أردنا تضبيط البيانات الأساسية وتقسيم المناطق بحيث تظهر بشكل سريع في جدول المحوري هنا فسيكون أيضا صعب جدا لعملها وتأخذ من الكثير من الوقت لذلك تأتينا ميزة الماكرو لحل هذه المشكلة بسهولة دعونا نشاهد نهذف أولا هذا السليسر لأننا لم نعد بحاجته ثم ننتقل للمحاور الخاصة بالجدول المحوري ونضع المناطق المستهدافة في محور التصفية في درس الآن سنقوم بتسجيل كل مرة نقوم بالتصفية على أي محافظة لذلك نذهب لقائمة view ثم من السهم أسفل ماكرو نضغط عليه ونختار record macro نسمي هذا الماكرو باسم إدلب ولا نضع له اختصار ونتأكد أن التسجيل يتم لهذا الملف أي this workbook لأنني أريده فقط لهذا الملف وليس لبرنامج الإكسل ككل ثم ok وحاليا يقوم بالتسجيل نذهب لزر الفلتر جانب المناطق المستهدافة ثم نضع الصح على select multiple items ثم من مستطيل البحث في الأعلى نبحث على كلمة إدلب وهنا سيقوم بالتصفية لكل الخيارات التي مذكور بها كلمة إدلب ثم نضع بعدها ok وهنا تم تصفية الجدول المحولي لهذه المناطق وأيضا تم تسجيلها في الماكرو نذهب للزر أسفل الماكرو وننقف التسجيل حاليا لدينا ماكرو مسجل بأننا قمنا بالتصفية لمناطق إدلب نرجع مرة ثانية ونقوم بالتسجيل من جديد لمناطق حلب بإمكاني بشكل سريع فالضغط على الأيقونة الظاهرة في الأسفل وهي أيضا لتسجيل الماكرو نضغط عليها وتظهر النافلة نعين الاسم وهو حلب ونتأكد أيضا أنه سيتم التسجيل لهذا الملف this workbook ثم ok نذهب لزر التصفية هنا مرة أخرى نضع أولا الصح على الجميع ثم ok وهنا قمت بهذه العملية ليقوم الماكرو بتسجيل الأمر أنني قمت بمسح الفلتر ثم أعيد النقر عليه ونبحث على حلب ثم ok تم تتصفية لمناطق حلب وتم التسجيل ومن هنا من جديد ننقر عليه ليتم إيقاف التسجيل نعيد الكرة لمناطق حمص وسجل الماكرو وسميه باسم حمص أتأكد أنه لthis workbook ثم ok أضع الصح على الجميع ثم ok ثم أبحث عن حمص ثم ok ثم ننقف تسجيل الماكرو ثم ننقف تسجيل الماكرو حاليا بعد أن انتهينا لنقوم بتسجيل الماكرو بأننا مسحنا كل الفلتر نسجل الماكرو نسميه clear filter أتأكد أنه لthis workbook ثم ok ثم نذهب لزر الفلتر نحدد على الجميع من all ثم ok ثم ننقف تسجيل الماكرو الآن وبعد أن انتهينا من هذه العمليات نقوم بعمل أزرار تفاعلية عن هذه الماكرو لعمل أزرار تفاعلية يوجد العليد من الطرق سأستعرض الطريق الأجمل والأكثر استعمال نفعل أولا قائمة تدعى developer نذهب لأي قائمة من القوائم ثم نضغط عليها من زر الفأر الأيمن ونختار customize the ribbon ومن الخيارات الجانبية نضع الصح على developer ثم ok ظهرت الآن قائمة developer في شريط القوائم نضغط عليها ثم من مجموعة controls من هنا insert لدينا أول خيار وهو button أي زر ننقل عليه ثم نقوم برسم الزر هنا في أي مكان بعد رسمه ستنبثق نافذة مباشرة تطلب منك تعيين الماكرو الذي سيشغله في حال ضغط على هذا الزر نختار مثلا إدلب ثم ok نعيد الضغط على الزر مرة أخرى بزر الفأر الأيمن ونختار edit text ونغير من النص ونكتب بدلا منه كلمة إدلب نعيد الكرة لعمل أزرار عن كل المناطق نضغط على insert ثم نرسم الزر ثم نختار المحافظة الثانية ثم ok ثم نسميه حلب مرة أخرى وأخرى لجميع المناطق حاليا نقوم بعمل زر مختلف عن طريق رسم شكل نذهب لقائمة insert ثم من الخيارات لدينا shapes نختار أي شكل وليكن شكل مستطيل نرسم هذا الشكل هنا ثم نضغط عليه بزر الفأر الأيمن ونختار edit text ثم نكتب كل المناطق نحدد على النص ثم من الصفحة الرئيسية هم نكبر النص من هذا الرمز ثم نضعه في الوسط والمنتصف ثم نغير من شكله من قائمة format الخاصة بالشكل shapes ومن shape style نختار أي style الآن ننقل على الزر مرة أخرى بزر الفأر الأيمن ونختار assign macro وهي تعني تعيين macro لهذا الشكل ليتم تفعيله عند الضغط عليه نختار من القائمة الماكرو كلير فلتر ثم ok وهكذا أصبح هذا الزر يقوم بعمل الماكرو وهو حذف التصفية بالتالي يظهر كل المناطق وهكذا أصبح لدينا أزارة تفاعلية لكل منطقة من المناطق بالضغط عليها سيتم فلترة الجدول المحوري لتلك المناطق لأنها كانت عبارة عن خطوات مسجلة وكذلك الأزارة التفاعلية تقوم بالمهمة أيضا بشكل سريع إذا أردنا أن نغير من قياسات هذه الأزارة ننقل عليها مع الضغط على المفتاح control حتى يتم التأشير عليها لأنه بدون استخدام الcontrol سيتم بالضغط على هذا الزر من تفاعل الماكرو المسجل عليه لذلك يجب علينا الضغط على control مع النقر على الزر حتى نستطيع التحديد عليه ثم نغير من حجمه ونضعه بمكان ما هنا ونفس الأمر للأزرار الأخرى نحدد عليها مع الcontrol ونغير من حجمها قليلا ونضعها بجانب بعضها البعض وهكذا بالنقر على الأزرار ستتغير القيم ويتغير شكل المخطط البياني وأيضا للسليسر عند الضغط على أزراره يتغير الجميع وهكذا استطعنا عن طريق الماكرو من عمل بعض المهام التي يتطلب عملها تأدية أكثر من أمر بينما عن طريق الماكرو استطعنا عمل شيء تفاعل جميع سجلنا الخطوات ثم نستطيع عمل كل ما سجلناه مباشرة بضغطة زر أو عن طريق تعيين اختصار لهذا الماكرو ترجمة نانسي قنقر